اشتركوا في القناة الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة ممتلكات بعد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية إلا أن ممتلكات حافظت على آدائها عبر السنوات بحيث يعكس ذلك مدى صلابة ومرونة النهج الاستثماري للشركة وحرصها على تنمية ثروات المملكة بصورة مستدامة للأجيال القادمة قال وزير العمل السعودي أحمد سليمان الراجحي إن اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة معدة جهات حكومية وخاصة أسهمت بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وأكد الراجحي أن الجهود ستتواصل لمتابعة كافة الاتفاقيات لتحقيق النتائج المنشودة ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا في زيارة رسمية استبقها بتصريحات مثيرة للجدل حض فيها بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إذا لم تستطع الحصول على شروط أفضل من زعماء الاتحاد وقال ترامب إن مرشح حزب المحافظين بوريس جونسون سيصبح زعيما ممتازا للمملكة المتحدة في إشارة إلى التنافس على خلافة تيريزا مي في رئاسة الحكومة وأضاف ترامب أن واشنطن ستكون جهزة لتوقيع اتفاق تجارة قوي مع بريطانيا بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي انكمش النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك وسط انخفاض الطلبات الجديدة وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في بريطانيا تراجع عند مستوى 49 نقطة في مايو الماضي وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2016 انخفضت أسعار النفط بنحو 1% لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن 3% منذ يوم الجمعة الماضي حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطئ اقتصادي عالمي وفي تحرك تقليدي للأسواق المالية خلال أوقات الضبابية ارتفع الذهب اليوم لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأصول عالية المخاطر مثل النفط ووضعوا أموالهم في الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا مثل المعدن النفيس ترجمة نانسي قنقر